موسيقى بعد ساعات قليلة من اعلان اللجنة البرلمانية عن استحالة تنظيم الانتخابات في موعدها اقترحت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا تجيل الانتخابات الرئاسية الى الرابع والعشرين من يناير العام المقبل لترمى الكرة في ملعب مجلس النواب مجددا والذي بدوره شكل لجنة لتجهيز خارطة طريق لما بعد الرابع والعشرين من ديسمبر الجاري كالعادة المشهد الليبي يزيد تعقيدا كل ما اقترب من الحل فما مصير العمليات السياسية وهل خرجت الحلول من يد المجتمع الدولي ليعود الى الحل الداخلي بعد تعذر اجراء الانتخابات من سيتولى زمام المبادرة القادمة هذه ابرز محطات الليلة من العقد السابع طابة وقاتكم مشاهدنا بكل خير موسيقى 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 حياكم الله مشاهدين أهلا بكم في الجزء الأول من حلقة الليلة في العقد السابع والتي سيصحبون فيها هنا ضيفي فيها الأستوديو الأستاذة فرج زيدان الباحث في أشؤون الاستراتيجية ورحب بك بداية سيد فرج على شاشة اليوم ودعني أبدأ معك بحوصلة عن ما جرى في مشوار الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المفوضية الوطنية العليا أعلنت بشكل مباشر وعالني تأجيل الانتخابات إلى الرابع والعشرين من يناير وضع فيه عقبات في الرابع والعشرين من ديسمبر حتى يكون يناير الحل بشكل جذري بداية أنا أرحب بحضرتك وبكل السادة المشاهدين طبعا ما ذكرته المفوضية في بيانها الأخير هو مجرد اقتراح فقط لمجلس النواب كسلطة تشريعية معنية بتحديد اليوم الانتخابي بناء على اقتراح المفوضية المفوضية اقترحت بأن يكون التأجيل ليوم 24 ديسمبر المجلس النواب الآن بحسب ما ذكره أعضائه بأنه ثمت جلسة ستكون مصرية ومهمة يوم 27 ديسمبر القادم سيعلم فيها عن قرارات مصرية وعن خارطة طريق جديدة لكن لو سألنا سؤال مهم جدا ومنطقي في إطار محاولة الوصول إلى مقاربة مهمة جدا تليق بالسادة المشاهدين الآن التحديات التي بناء عليها أجلت المفوضية أو أدت إلى تأجيل أو إلى تعصر بمفهوم آخر إجراء العملية الانتخابية يوم 24 ديسمبر هل ستزول هذه التحديات خلال مدة شهر أي خلال يعني 24 يناير القادم أنا في تقديري بأن هذه الإشكاليات أو التحديات لازالت باقية وتدق المسألة أكثر إذا ما سلتنا الضوء عن مهيط هذه التحديات هل هذه التحديات تحديات شنية مثل ما تذكر المفوضية في إطار محاولة الخروج من المأزق الذي وضعت نفسها فيه لأن المفوضية الوطنية العلية للانتخابات لا تستطيع أن تقول بأن التأجيل كان لأسباب سياسية وليأسباب أمنية ولكن قالت لأسباب قانونية لأسباب هي لكن أنا أقصد الأسباب السياسية والأمنية وأيضا لا تستطيع أن تقول بأن الانتخابات ستجرى في موعدها رغم وجود هذه الإشكاليات السياسية وليأ لكن المفوضية في اعتقادي لا تمتلك الجرأة هذا ما أريد أن أصب إليه لا تمتلك الجرأة لأن تعلن للرأي العام بشكل واضح أن هناك من هم يعني أنه تمت أسباب سياسية وأسباب أمنية لأن الحديث على الأسباب السياسية والأمنية سيجر المفوضية للحديث عن من هم أي المعرقلون لأن عندما تقول أنه تمت أسباب سياسية إذن هناك طائسة معرقلين بأسفلين أو فئات سياسية وعندما تقول بأنه تمت أسباب أمنية إذن هناك جهات تحمل السلاح إذن هذا الأمر سيجر المفوضية إلى الحديث أمام الرأي العام عن من هم أو هي الأطراف السياسية والأمنية التي تود ولذلك المفوضية دائما تستخدم الاعتبارات القانونية وتستخدم الاعتبارات الفنية والتصريحات المخففة والدبلوماسية للخروج من هذا المأزق رغم تحملها المسؤولية كاملة رغم تحملها المسؤولية بالتشارك مع مجلس النواب حقيقة الآن إذا ما تكلمنا من الناحية الخارجية من الناحية الدولية لأننا نحن الآن تكلمنا عن الاعتبارات الداخلية في ليبيا أن هناك أسباب سياسية وأمن أسباب أمنية تخشى المفوضية من حديثها لو تسمح لي سيد فرج حتى نذهب بعيدا قبل النتج إلى الموصلة الدولية محليا وقبل أيام معدودة تحديدا في منتصف ديسمبر الجاري المفوضية قالت بأنها جاهزة فنيا لإجراء هذه الانتخابات ولا توجد أي مشكلة لماذا في هذا التوقيت بالذات وقبل أيام قليلة ثلاثة أو أربعة أيام تصرح بأنه لن تجد الانتخابات في الرابع والعشرين من ديسمبر وطالبت بتجيلها إلى الرابع والعشرين من يناير لأن المسألة في تقديري كانت متعلقة بأوضاع ما قبل عودة سيف الإسلام الجذافي للسباق الانتخابي وكذلك عبد الحميد البيبة لأن كانت المفوضية يبدو أنها تتوقع بأن سيف الإسلام سيخرج من هذه اللعبة باعتبار أن هناك مطالبات دولية وهناك ضغوط دولية لأن المفوضية شأنها شأن المؤسسات الأخرى تخضع لضغوط ما ودعنا نتكلم بشكل صريع يعني هناك ضغوط من الولايات المتحدة أمريكية بشكل خاص ومن أطراف الأوروبية بضرورة إبعاد سيف الإسلام نظرا أولا لأن عودة سيف الإسلام ستعني إعادة إنتاج النظام السابق وأيضا ستعني أيضا وجود حليف قوي لروسيا ويعني هذا مستوى آخر من مستوى الصراع ليس في ليبيا هو موجود في سوريا ووجود في مناطق توتر وأزمات أخرى سيكون هناك امتداد في شمال أفريقيا سيكون نعم ولذلك خاصة إلى أهمية خطورة الجغرافيا الليبية إذا ما قررنا الجغرافيا الليبية بجغرافية أخرى من الأزمات يعني مثلا لو قمنا بإجراء مقارنة بين الجغرافيا الليبية والجغرافيا السورية جغرافيا الليبية لدى الولايات المتحدة الأمريكية رغم أهمية الجغرافيا السورية لكن تظل الجغرافيا الليبية هي أخطر بالنظر لكونها عمق استراتيجي لكثير من الفضاءات يعني هي تمثل العمق الاستراتيجي للضفة الجنوبية للمتوسط أيضا تمثل الفناء الخلفي والمجال الحيوي للفضاء الأوروبي أو للفضاء الناتوي بالإضافة إلى مصر الفضاء المشارقي العربي مصر وأيضا دول الخليج العربي تمثل عمقا استراتيجيا للفضاء المغارب العربي تونس والجزائر والمغارب المرتانية تمثل عمقا استراتيجيا لمنطقة الساحل الأفريقي يعني الواقع تحت النفوذ الأمريكي والنفوذ الفرنسي ولكن مع كل هذه الأهمية سيد فرج أمريكا الآن لا تتدخل بشكل مباشر فيها شأن ليبيا أطراف الصراع المعروفة دولياً هي روسيا وتركيا لا يعني أن الولايات المتحدة الأمريكية ليست لديها قواعد عسكرية في ليبيا إذن هي لا تمسك بخيوط اللعبة لأن نحن الآن نتحدث على أن الجبهة العسكرية هي متوقفة والآن المعارك كلها دبلوماسية وسياسية إذا ما أضفنا مسألة أخرى أن الولايات المتحدة بطريقة أو بأخرى نجحت في توجيه بوصلة البعثة الأممية مهما حاولت بحثة الأمم المتحدة والأمين العام للأمم المتحدة أن يقول بأننا على الحياة وبأننا الذين يقولون بأننا نخضع لتوجيه أو لتأثير طرف دول ما هذا كلام غير صحيح لكن أنا في تقديري بأن هذا كلام الآن غير واقعي فالتأثير الأمريكي من خلال وجود السيدة ستيفني ويليامز وإعادتها في السابق وتأثير الولايات المتحدة الأمريكية على قرارات الأمم المتحدة إقالة مبعوثين وموظفين وهيئات أممية أخرى وباعتبارها هي التي تتحمل جزء كبير جدا من تمويل الأمم المتحدة المهم حتى يعني لا نبعد كثيرا من هذا الأمر فالولايات المتحدة الأمريكية ترى أيضا بأن وجود أطراف آخرين يعني مثل سيف الإسلام أو عبد الحميل البيبة يربك الخطة التي نتوقع بأن الإدارة الأمريكية تعمل عليها وتمهد لها وهي عملية إيجاد نوع من التنسيق أو نوع من الاتفاق أو نوع من الدين بين القيادة العامة للقوات المسلحة مع يعني مصراته أكبر قوتين في ليبيا ورجل مصراته القوي الذي تراه الولايات المتحدة الأمريكية وهو فتح بشارة طيب نعم سنتحدث عن مضمون هذه الزيارة واللقاءات التي حدثت مؤخرا بين المرشح الرئاسي خليفة حفتر وسيد فتح باشعاغة وأيضا سيد أحمد معيتيقة الذين يمثلون مدينة مصراته وقوة العسكرية في مصراته بشكل خاص ولكن نعود إلى زيارة ستيفاني ويمز المستشار الخاص للأمير العام للأمم المتحدة التقت بعدة شخصيات بارزة في شأن السياسي الليبي وخاصة هذه المرحلة الآن التي نمر بها ولكن ملفت نظر المجتمع أو الشارع الليبي أنها لم تلتقي بعبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة ما دللات ذلك؟ ما هي الرسالة التي أرادت أن تريد إيصالها رغم لقاها بشخصيات أخرى لا تمثل حتى جزء كبير من المشكلة الليبي نستطيع أن نقول الآن لا يمكن الحسم بأن عدم لقائها بعبد الحميد الدبيبة يعني بأن عبد الحميد الدبيبة مثلاً قد لربما يخرج من السباق الانتخابي أو أن الولايات المتحدة الأمريكية ترسل أرادة بهذه اللقاءات بأننا لا نريد مثلاً مرشح ما بحجة أننا لم نلتقي به المسألة الأخرى لربما الساعات القادمة والأيام القادمة ستجد ستيفاني وليمز تتحاور مع عبد الحميد الدبيبة وسترسل الصور في ذلك ولذلك أنا في تقديري بأنها ليست مؤشرة ولكنها كانت موجودة في طرابس ولم تلتقي معه نوجهت إلى باقي المرشحين لربما عبد الحميد الدبيبة كان في مكان آخر لربما عبد الحميد الدبيبة مثلاً كان مشهولاً وربما لم يكون على جدول الأعمال ما أقصده بأنها ليست مؤشراً قطعياً نستطيع أن نستخدمه لأن السيدة ستيفاني أرادت بعدم اللقاء به باستبعاده من السباق الانتخابي لكن إذا ما عدنا يبدو أن هناك تركيزاً على الرجلين القويين في ليبيا بعد إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية يبدو أن هكذا هي الاستراتيجية الأمريكية هو بالضغط على الأطراف الفاعلة في مصراتها التي ترتبط بهذين الطرفين الذين لديهما مستشارون وقوات تدعهما نقصد جانب القيادة العامة للقوات المسلحة وجانب مصراتها ويرون بأن فتح بشاغة هو الذي يمتلك النفوذ على عدد كبير جداً من التشكيلات والمراكز القوة ومراكز القوة ليست فقط حتى مراكز القوة المسلحة بل بالإضافة إلى ذلك مراكز قوة اجتماعية أخرى ومن ثم الآن بعد أن تنجح الولايات المتحدة في الضغط بإبعاد الروس وإبعاد الأتراك سيكون التوجه لمحاولة إنتاج سلطة سياسية جديدة سلطة تدعمها هاتين القوتين نقصد القيادة العامة لكوات المسلحة وبالإضافة إلى ذلك فتح بشاغة لأنها تدرك بأن مصراتها هي القوة الضاربة في المنطقة الغربية ومن ثم يجب إبعاد مصراتها جيد تأجيل الانتخابات إلى شهر بما يتوافق مع مطالب المفاوضية الوطنية العلية للانتخابات ألا يمهد ذلك إلى تمديد حكومة الوحدة لفترة انتقالية جديدة يعني تستطيع أن تقول هناك سيناريو هاين هناك سيناريو يقول بأن لربما هذه الحكومة تمدد بعد إدخال الإصلاحات عليها لكن أنا لربما أرجح سيناريو آخر لا أهمل السيناريو الأول ولكن أنا أرجح سيناريو آخر هذا السيناريو الآخر يستند إلى قرار مجلس النواب الذي منح الثقة لحكومة عبد الحميد بيبة وهو أن هذه الحكومة تنتهي يوم 24 ديسمبر ومن ثم نحن نتوقع أن مجلس النواب سيعل عن خارقة جديدة وسيكون هناك مترشحين لرئاسة جدد برئاسة الوزراء نتوقع أن يكون من بينهم فتح بشاغة الذي سيتقدم ضمن مجموعة من الأسماء الأخرى لتبوء هذا المنصب وسيكون هناك بالتأكيد تنافس وتصويت داخل مجلس النواب لربما نشهد مثلا فتح بشاغة أو شخصية من مصراتها هل سيقبل فتح بشاغة لقيادة حكومة مؤقتة انتقالية؟ أنا أعتقد بأنه لربما يقبل هكذا مسألة خاصة إذا لم يكن هناك أيضا حظرا عليه فيما يتعلق بالترشح للانتخابات القادمة لكن نحن الآن نتكلم عن مسألة غامضة في إطار ما نسميه بمبدأ لا يقين نحن الآن لا توجد لدينا حقائق مطلقة أو حقيقة مطلقة ومن ثم نحاول أن نقترب من المشهد رويدا رويدا في إطار السنال الأخير ووصول فتح بشاغة وأحمد معيتيق إلى بنغازي هذه نقطة فارقة وغير مسبوقة حقيقة وإذا ما ذهبنا وركزنا مثلا على شخصية مثلا المترشح فتح بشاغة الذي نستطيع أن نقول بأنه لديه حضوظ كبيرة إذا ما قلنا بأن السيناريو الأوفر حظا وهو أنه تمت حكومة جديدة تلوح في الأفق وبأن صلاحية بديلة لحكومة الوحدة هنا سؤال سيد فرج لو تسمع لي إذا ما بثقت حكومة من البرلمان ورفض عبد الحميد الدبيبة بالثقل الذي ربما يحتمي به في طرابلس وهو المجموعات والتشكلات المسلحة ألا يعود بنا ذلك إلى سيناريو حكومتين حكومة وحدة وحكومة مؤقتة وكلاهما يتصارع من أجل الشرعية وأحدهما لديه شرعية دولية والآخر لديه شرعية البرلمان هذا ما كان ما يرتبط بحديثنا الأول قلنا بأن هناك تقديرنا بأن الفاعل الأمريكي تحديدا أنه للأسف نقول يعني أن حالة الوبع وحالة الانقسام وحالة التشضي بطريقة أو بأخرى جعلت القرار السيادي في ليبيا كما هو الحال في مناطق أزامات أخرى يتأثر باللاعبين الخارجية وكنا نحن نتكلم في السابق بأن الولايات المتحدة الأمريكية لديها خطة في التعامل مع الملف الليبي إبعاد القوات الأجنبية الروسية والتركية من هذا الملف أيضا دعم مرشحين آخرين لديهم علاقات بالولايات المتحدة الأمريكية أو تستطيع أن نقول بمفهوم المخالفة ليسوا وكلاء لروسيا الآن في هذا الإطار يبدو أن الولايات المتحدة الأمريكية الآن بطريقة أو بأخرى تدعم ما حصل مؤخرا في بنغازي مجيء فتح بشاغة وأحمد المعتيق إلى بنغازي والتقاءهم ولكنها لم تصرح بشكل راسمي وترحب من الطبيعي وهذا هو الطبيعي أن لا تصرح لأنها لو صرحت معنى ذلك انتهت وكشفت اللعبة تحديدا خاصة بأنه ثمت أطراف آخرين يعني يتصارعون مع الولايات المتحدة الأمريكية في هكذا مسألة وفي تقديري بأن كل الأطراف لا يكشفون عن حقيقة قواعد اللعبة التي يستخدمونها في التعامل مع الملف في الليبي أو غيرها من الملفات الأخرى لا يتم شخارها حتى تكتمل وحتى تصبح أمرا واقعا هذه هي الموضوع ومن ثم يعني الآن هم يركزون على هتين القوتين كما سبق وأنا قلت لك القيادة العامة للقوات المسلحة التي تسيطر على شرق البلاد وعلى جنوب البلاد ومصراتها ممثلة في فتح بشاغة بالنسبة للمنطقة الغربية هنا لربما نشهد بأن الولايات المتحدة الأمريكية ومعها الأطراف الأوروبية تدعم هذه الحكومة الجديدة برئاسة مثلا فتح بشاغة ولربما نجد بأن مهام المجلس الرئاسي ستعود إلى رئاسة البرلمان سيعود عقيدة صالح لربما قائدا أعلى للجيش سيجمد في تقديري خارطة طريق جديدة جدا ومن جهة أخرى حتى بالإضافة لذلك يتم احتواء عقيلة صالح بحيث تعاد صلاحية الرئيس والقائد الأعلى هنا يعني إذا ما أردنا أن نسبر عمق الحدث في ليبيا أن جماعة الإخوان المسلمين تستطيع أن نقول بأنهم في فستطين فستط متطرف الآن هو لديه تحالفات مع الصادق الغرياني المفتن معزول ويرفض المشهد ويقوده المشهد هناك فستط معتدل يعني الآن يرى بأن مشروع نعم يرى بأن عقلاني يرى بأن المشروع الدولي لإخوان المسلمين انهار وأن صفة الإخوان المسلمين أصبحت وباء وعبئا وتشكل عاملا طاردا وتشكل يعني إقصاء حالة إقصاء مجتمعي من السلطة ومن ثم هناك محاولة لتأقلم مع الوضع الجديد مع فشل نموذج الإسلام السياسي ليس في ليبيا في تونس في سوريا في السودان في مصر وغيرها على مستوى دولي والآن إذا ما دخلت الأمم المتحدة ونحن نعلم مدى التأثير الذي تمارسه الولايات المتحدة الأمريكية والأطرف الأوروبية على الأمم المتحدة أن الأمم المتحدة دعمت هذا المولود الجديد الذي رتب له فعند ذلك عبد الحميدة بيبة لن يكون لديه أي تأثير أو أي حجة باعتبار أن الأمم المتحدة تدعم هذه الحكومة التي صوت عليها البرلمان لأنه في اعتقادي بأن مجلس الدولة وخالد المشري بات جسما معاقلا رافضا للعملية الانتخابية وهو قائم حتى الله وهو قائم لكن في نهاية الأمر الاشتراطات التي يشترطها خالد المشري ومجلس الدولة ستؤدي إلى عدم إجراء الانتخابات لسنوات طوال وهذا هو المقصود إثباته لأن دعاءات خالد المشري ترتبط بمشروع الدستور وهي إشكالية أخرى مشروع الدستور الحالي هناك انقسام مجتمع عمودي حول مشروع الدستور الحالي أيضا مسألة القوانين الانتخابية هو يستخدمها كغطاء أو كذريعة لتعطيل العملية الانتخابية استنفذ مجلس الدولة كل فرص التوافق وثبت للجميع بأن هذا الجسم معرقل ومن ثم يعني العودة لابد أن تتم للبرلمان لكن البرلمان في نهاية الأمر سيكون وضعه اعتماد خطط هي موضوعة سبق يعني هي سيكون دور البرلمان وعبارة فقط عن مجرد اعتماد طابع من الشرية أو طابع من الشرية على ما تم الترتيب له جيد أرجو أن تتفضل بالبقاء معي سيد فرج زيدان فاصل قصير ومن ثم نستكمل ما تبقى من هذه الحلقة الشارع الليبي يترقب بصمت وينتقضر قرار القضاء الفصل في هذه الضرون المقدمة من عدة كتر الشحين في الحلقة يبدو أن السيد باش أغا رأى في السيد عبد الحميد البيبة هو منافس قوي وقوي جداً وبالتالي لابد له من كتصائه بتقديم هذا الطعام المخيف في الموضوع والمخيف في المشهد حقيقة أني صرح عبد الحميد البيبة من قبل إنه إن لم يتم قبوله مرشحة للرئاسة سيكون هناك الكثير والكثير فنحن ننتظر ما يحدث الآن في ليبيا هو أمر معتاد حتى لدى الدول الأخرى من ناحية البدء في مراحل الاستحقاق الاتخابي الرئاسي مجدداً أهلاً بكم مشاهدنا الكرام نستكمل ما تبقى من هذه الحلقة صحبة ضيفية الأستاذ فرج زدان الخبير في عشون الاستراتيجية أهلاً بك مجدداً سيد فرج الآن ننتقل إلى المحور الثاني والرئيس والذي شغر الرأي العام مجدداً وهو الزيارة عدد من المترشحين لمنصب رئاسة الدولة ولقاءهم بالسيد المرشح خليفة حفتر في مدينة بنغازي سابقة لم تحدث من قبل حتى إبن اللقاءات السياسية في الخارج لأول مرة هذا اللقاء يجمع بين أطراف نزاع في الداخل الليبي هل تعتقد أن هناك رؤية دولية وتدخل دولي في هذا اللقاء أم كان ودي ووطني بشكل يعني عام صحيح وأنا أهنيك صراحة على هذا السؤال قيم وهو محور شديد الاتصال بالمحور السابق يعني بما كنا نتحدث عنه في السابق ولربما كنا نتحدث عنه في الجزء الأول يعتبر تمهيد أو مقدمة لسؤال حضرتك المهمة الذي أرى أولا يعني بالفعل نستطيع أن نقول بأن زيارة فتح نحن نركز على الشخصيات المصراتية وتحديدا فتح بشاغة ثم أحمد المعيتيجي لماذا نقول فتح بشاغة بشكل أساسي أن أحمد المعيتيج التواصل بينه بين القيادة العامة معروف للقاصي والداني في بوادر سابقة نعم ضمنها فتح الحفول النفطية صحيح أن هناك تواصل ويعلم الجميع أن هناك تواصلا بين أحمد المعيتيج لكن المسألة الغير مسبوقة والمفاجئة نفطة هي وصول فتح بشاغة لقائه بشخص المترشح خليفة بالياسر حفتر لأن في السابق كانت هناك تصريحات عدائية جدا من فتح بشاغة باتجاه المترشح خليفة بالياسر حفتر وباعتبار أنه كان يدير عمليات ضد القوات المسلحة في المنطقة الغربية ويشكل حليفة استراتيجية لتركيا في المنطقة الغربية هذا ما يجرنا للحديث بأن هناك متغيرات إقليمية ودولية لديها تبعات تداعيات أو تبعات على الملف الليبي يعني الآن نلاحظ بأن هناك تقاربا مهما جدا حتى بين حلفاء الخصوم داخل الملف الليبي يعني عندما نتحدث عن القيادة العامة للجيش لديها علاقات مهمة وعميقة مع مصر ومع الإمارات ومع دول أخرى هذه الدول لديها صراع على مستوى إقليمي مع تركيا جيد تلاحظ الآن بأن هناك عملية انفتاح تتم من قبل حتى الأطراف الداخلية على معذكرات الخصوم دبلوماسية يعني مثلا عندما نتحدث عن فتح بشاغة فتح بشاغة لديه تواصل مع الفرنسيين وهم أيضا حلفاء دعمين للقوات المسلحة من النعية الدبلوماسية في مجلس الأمن وفي غير من المحافظة الدولية أيضا هناك انفتاح مفتح بشاغة على مصر هذه نقطة مهمة هذا لقاءه مع المرشح الرئيسي خليفة حفتر يعني جاءت الطائرة من القاهرة القادمة أيضا هناك انفتاح مفتح بشاغة على الإمارات وبالمقابل هناك مسألة أنا في تقديري بأنه بدأت مؤشرات التواصل بين القيادة العامة للقوات المسلحة نقول مثلا مع بعض المستويات في تركيا عندما نتحدث مثلا أن لجنة الخمسة زائد خمسة العسكرية كانت في تركيا وبطبيعة الحال بأنها استلمت رسائل من تركيا باتجاه القيادة العامة للقوات المسلحة والقيادة العامة في القوات المسلحة في إطار الثوابت الوطنية إذا ما تحققت هذه الثوابت في هذه الأمر ستنفتح من هكذا مسألة أيضا يعني إذا ما أردنا أن نتحدث بطريقة وبأخرى زيارة أعضاء مجلس النواب الأخيرة يعني ليست ببعيدة الاتصال عن القيادة العامة للقوات المسلحة وبالتأكيد هناك تنسيق وحارب تشاور بين السادة المنواب على مستوى الدبلوماس ونتوقع أيضا هذه نقطة مهمة جدا في الحديث نتوقع زيارة السفير التركي لشرق البلاد وللقيادة العامة للقوات المسلحة المسألة هذه أيضا غير مسألة المصالحات الإقليمية التي تمت الآن وبأن أساس هذه المصالحات وخروج الولايات المتحدة الأمريكية من المنطقة مع عدم قدرة أي طرف إقليمي حسم الصراع لصالحه في المنطقة وبأن الأتراك وضعه من الاقتصادي وانهيار الليرة التركية وفشل مشروع العثمانية الجديد الآن فرض عليهم إعادة يعني الاستراتيجية وترتبات الطلاق مع التنظيم الدولي لإخوان المسلمين بتنا ننشهدها لخلال إبعاد مجموعة من تنظيم الإخوان المسلمين وإغلاق منابرهم الإعلامية الآن المسألة الأخرى حتى لو أطيل عليك أن القيادة العامة للقوات المسلحة تمتلك أوراق اقتصادية مهمة جدا في العلاقات مع تركيا يعني مثلا ما يسمونه بالحدود البحرية أو الاتفاقية البحرية هذه ليست في طرابوس أو في منطقة البرد في شرق البلاد المسألة الأخرى الشركات النفطية التركية التي يسيل لعابها للاستثمار في قطاع الطاقة في ليبيا هذه نقطة أخرى إذا ما تكلمنا عن ملف الإعمار أيضا الشركات التركية نعم بتنفس مع مصر في الدخول في هكذا ملف الآن ومن ثم هذه المداخل الاقتصادية وهذه الأوراق الاقتصادية التي بيد القيادة العامة يدركها الأتراك جيدا ومن ثم ستسمح لهم بتحويل مصاري العلاقات من حالة العدام إلى حالة الصدق سؤال دائما ما يطرح سيد فرج من جمع الفرقاء أو إعداء الأمس الذين أصبحوا أصدقاء اليوم هو ظهور صيف الأسلام بالدرجة الأولى أم توحيد المؤسسة العسكرية عن طريق لجنة خمسة زيت خمسة وما شهد من تحالف بين القوات المسلحة وعدد من أو معسكر محسوب على مدينة مصراطة بقيادة محمد الأحصان الذي شهد وهو يؤمن عدد من المناطق الاستراتيجية في وسط البلاد أو الوسط الجنوبي للبلاد مع سرية وكتائب تابعة للقوات المسلحة هل تم تمهيدها عسكريا في المصدق أم سيف الإسلام كلاه الدور لا أنا في اعتقاده بأن سيف الإسلام ظهوره ودخوله في خط الانتخابات كان بمثابة القطرة التي أفاضت الكأس يعني هذا هو المثال الدقيق لها بمثابة القطرة التي أفاضت الكأس لكن كان هناك ترتبات منذ فترة طويلة تتقدم تارة وتتوقف تارة أخرى لكن كان مسألة التقدم الآن مرتبط بأن ثمة إرادة دولية لا تريد إنهاء المسألة بالحل العسكري وبطريقة وبأخرى رأينا هذه الإرادات مضادة لعمليات الجيش في طرابوس سواء عمليات الأفريكم الولايات المتحدة الأمريكية بالإضافة إلى تركيا وغيرها من الأطراف حتى أن الأتراك أخذوا ضوءا أخضرا وليس حتى برتقاليا من الولايات المتحدة الأمريكية وهناك معلومات شبه يقنية بأن الأفريكم حتى دخل في عمليات مسلحة ضد الجنش الوطني بالنظر إلى استخدام بعض الأسلحة التي لا يمتلكوا حتى الأتراك متقدمة جدا إذن عندما أدرك الفاعلين في الداخل الذين لديهم قوة مسلحة بأن مسألة الحل العسكري أصبح مسألة صعبة خاصة إذا أضطنا شيء حتى أن الحلفاء الإقليميين لهذا الطرف أو ذاك باتوا الآن لا يرحبون بالحل العسكري وباتوا الآن يتقاربون شيئا فشيئا في كثير من الملفات بما فيها الملف الليبي الآن إذن هذا الأمر انعكس بطريقة بطريقة أو بأخرى على الدفع بمصاري الحل السياسي وعندها الأطراف الداخلية تلقفت هذه الرسالة ورأت بأنه لا ظير الآن من التقارب داخليا ومحاولة ترجمتها بالفعل داخليا الآن وشريطة انتاج السلطة السياسية تضمن لكل هؤلاء اللاعبين في الداخل مقاعدهم المهمة في المشهد ويبدو أننا هذا ما نحن مقدمين عليه الآن من خلال يعني الآن انتاج السلطة السياسية تكون للقيادة العامة القوات المسلحة للجيش الوطني دورا فيها ولمصرات دورا فيها باعتبارهما هتين هما القوتين الضاربتين على الجغرافيا النبي مع كل هذه الإيجابية التي ذكرتها حضرتك سيد زيدان على هذه الزيارة التي شابت هذه الزيارة لا ننسى بأن تبعات هذه الزيارة أدى إلى نوع من زعزعة الاستقرار خصوصا داخل العاصمة طرابلس كان هناك ظهور مسلح لعدد من التشكلات داخل مدينة طرابلس وشهدنا أيضا إنشاء عدد من السواتر الترابية كطوق على مدينة طرابلس في شرقها وغربها وأيضا في جنوبها وأيضا ظهور تشكيل مسلح بقيادة المدعو صلاح يهدد فيه سيد فتح باشاغة وأيضا أحمد معيتيك وكل من التقى مع المرشح الرئاسي خليفة حفتر ويهدد بعدم دخول هؤلاء المرشحين إلى مدينة مصراتة وعودتهم إلى مدينة مصراتة مرة أخرى ألم يزد من تعميق الأزمة ظهور هؤلاء المرشحين ولقاءهم بسيد خليفة حفتر وسيشكل ربما قسام عسكري آخر كان مدفون نوعا ما بين المرحلة الانتقالية يعني الإجابة على سؤال حضرتك لها أدة مستويات أولا بأن حالة الصراع بين هذه المكونات المسلحة في المنطقة الغربية هي موجودة صحيح بأنها ظهرت فقط بشكل أوضح بعد مجيء فتح باشاغة ورحمد معيتيك لكن هي موجودة المسألة الأخرى بالنظر إلى الوزن النسبي لصلاح بادي بالمقارنة مع فتح باشاغة لو الآن رجعت إلى مصراتة نفسها دعك من تشكيلات المسلحة في طرابس وفي الزاوية يعني دائما رغم أنها تمتلك ترسانة مسلحة لكن دائما القوة الضاربة التي يتم التعامل معها في المنطقة الغربية هي مصراتة بشكل أساسي الآن واضح بأن هناك مكونات كثيرة داخل مصراتة عسكرية واجتماعية وسياسية أيضا هي داعمة هذا التقدم بالشكل كبير جدا هذه نقطة النقطة الأخرى مكان السلطة أنا في تقديري هناك توجها على المنظور القريب وليس المنظور البعيد بأن هذه السلطة لربما تجتمع في مكان آخر غير طرابلوس في محاولة لإنجاح هذا المشهد إلى حين إتمام الترتيبات الأمنية لتأمين طرابلوس وإرجاعها إلى الوضع الطبيعي أنا في تقديري الأقرب أن تكون سرت باعتبارها أنها المكان الذي يعني تعمل فيه لجنة العسكرية الذي تعمل فيه الأهم اللجنة العسكرية المشتركة الخمسة زي الخمسة طيب هذه التشكلات التي ظهرت في طرابلوس ألم تكن خلفها أياد خفية تتبع لجهة معينة الآن بارزة في المشهد السياسي بين قوسين عبد الحميد الدبيبة سؤال حضرتك مهم جدا وقبل أن أجيب على سؤال عبد الحميد الدبيبة هناك أطراف إقليمية لديها وجود عسكري في غرب البلاد تعمل في هذه اللعبة المزدوجة عندما نتحدث عن تركيا عندما نتحدث عن إيطاليا هي تلعب الآن في مصري من جهة هي تسير مع المصار الجديد لأنها تتوقع بأن هذا المصار الجديد هو الأوفر حظا وتقول بأنه نحن داعم له ومن جهة تعمل على مصار تخريبي آخر هذا المصار التخريبي الآخر وظيفته أو أهميته هو أنها يعطي للطرف التركي وحتى للطرف الإيطالي مزيدا من الوقت للوجود العسكري في غرب البلاد وإذا ما ركزنا عن الطرف التركي تحديدا بأنه بطريقة أو بأخرى ربط الملف الليبي بقضايا أخرى في المنطقة ما فإن توجده إذا وجد مصالحها في هذا الاتفاق؟ يعني لا المسألة أكبر من مجرد مصالح داخل ليبيا وشركات وإلى غذلك نحن الآن نتحدث مثلا عن ارتباط الملف الليبي بقضية شرق المتوسط لأنه لا يضمن أن السلطة الجديدة لربما ستعمل على إنكار الاتفاقيات ومدكرات التفاهم وهذا متوقع وتخشى منه تركيا ولذلك تركيا هي الآن تعمل على هذا المصار مصار انفتاحي ومصار آخر مصار تعطيلي ولذلك أنا أنبه وقلت هذه المسألة عبر عدة قنوات لأنه يظل وجودها العسكري مهدد لأنها استخدمت ليبيا بطريقة أو بأخرى ورقة في عدة مناطق صراع أخرى واستخدمت ليبيا كورقة في الصراع لها مع شرق المتوسط وتستخدم ليبيا كلعبة أو كورقة في مفاوضاتها مع الاتحاد الأوروبي للانضمام ومن ثم نحن نحذر من هكذا مسألة لكن في جميع الأحوال نحن نقول بأن المصار الإيجابي سيكون هو الأكثر فعالية بالنظر بأن عبد الحميد البيبة حتى من ناحية أخرى أصبح عبءا حتى على حلفائه باعتبار أنه الآن يمثل نموذجا لحكومة فساد ولحكومة نهب كبير جدا وبالنظر إلى حالة الانقسام وحالة الوهنة التي إصابت حكومة الوحدة الوطنية الآن هناك صراعا بتنا نشهده داخل المجلس الرئاسي الواحد وداخل المجلس الرئاسي وبين عبد الحميد البيبة وصراعا بين عبد الحميد البيبة ونوابه ووزراء الآخرين الذين يمثلون مثلا إقليم برقة وفقا لمبدأ المحاصصة الجغرافية ومن ثم من ناحية أخرى حتى أنهي في هذه النقطة أن الآن الأطراف الخارجية باستثناء تركيا ترى بأن عبد الحميد البيبة لم يعد صالحا وحكومة الوحدة الوطنية لم تعد صالحا لأن تكون شريكا مهما في التعامل مع قضية إبعاد المرتزقة والقوات الأجنبية فيما يتعلق بمسألة معالجة الملف الأمني ودعم اللجنة العسكرية المشتركة لسيما مع استرار عبد الحميد البيبة بالاستئطار ولكن هذه ليست من المهام الرئاسي الآن هناك صراع بين محمد بنفي من الناحية السياسية الآن هناك صراع بين المجلس الرئاسي ومحمد بنفي تحديدا مع عبد الحميد البيبة في الوقت الذي يقول المجلس الرئاسي بأنني أمتلك صلاحيات القائد الأعلى للجيش في الوقت الذي نرى فيه عبد الحميد البيبة لأهداف ضيقة تتعلق بتحالفاته مع الميليشيات المسلحة وتحالفاته مع حليفه التركي الآن يقول بأنني أنا وزير الدفاع ولذلك يرفض عبد الحميد البيبة تسمية وزير دفاع آخر ويريد الاستئثار بهذه الحقيبة لأسباب تتعلق بتحالفاته مع الميليشيات المسلحة ومع الأتراك الآن أصبح عبد الحميد البيبة هو نموذج حكومة فاسد أدى إلى مزيد من الانقسام وأصبح يعني عبءا كثيرا جدا على مزيد من الأطراف الدولية وأدرك أيضا هؤلاء الفاعلون أو اللاعبون الخارجيون بأن هناك إرادة وطنية ترى بأنه يجب التخلص من كل الأسام الحالية مجلس النواب ومجلس الدولة بقيادة المشري وعبد الحميد البيبة وغيرها ومن ثم لابد من إعادة إنتاج شرعيات أو سلطات جديدة تستند إلى قاعدة الانتخابات وليس إلى قاعدة التوافق نعود للزيارة التي ربما تصدرت المشهد الليبي في اليومين الماضيين لماذا هذه الزيارة كان من ضمن الزائرين ولقاءهم بخليفة حفتر المرشح الرئاسي كان هناك مرشحين آخرين من ضمنهم عبد المجيد سيف النصر وأسماء أخرى المرشحة لمنصب رئاسة الدولة ولكن ما تم التركيز عنه هو المرشح فتح باشا آغا وأحمد معتيق إذا كان حضور هؤلاء ربما يزيد أو يضيف للمشهد السياسي وهذا التوافق شيء من الإيجابية لماذا كان حضورهم في هذا اللقاء تحديدا؟ يعني تستطيع أن تقول أولا بأن هناك بعض الشخصيات التي تمثل مناطق وتمثل عندما نتحدث عن عبد المجيد سيف النصر فيمثل وزنا مهما أيضا عارف النايد لكن الآن نتكلم عن عبد المجيد سيف النصر بالنظر إلى المنطقة الجنوبية ولربما نجد عبد المجيد سيف النصر يشغل إحدى الحقائب الوزرية مثلا لكن هناك تركيز على مصراته وعلى شخصية فتح بشاغة تحديدا لأننا نحن الآن كانت هناك حالة احتراب يعني الآن لم يكن هناك حالة احتراب مع عبد المجيد سيف النصر جيد تمام؟ ولكن كانت هناك حالة احتراب تقودها مصراته ممثلة بأحد الأطراف الفاعلة وعلى رأسهم فتح بشاغة ومن ثم من الطبيعي جدا أن يسلط الإعلام وكل الليبيين في الداخل على الشخصيات القادمة من مصراته وبالشكل الأساسي على فتح بشاغة وكما قلت لك الآن المسألة الأخرى لأن هناك واعي مجتمعي يدرك بأن مصراته لابد من إبعادها من الصراع وبأن مصراته لابد أن تبتعد عن ممارسة أي أدوار مذرة لتقوم بممارسة أدوار إيجابية جدا وبأنه إذا قمنا إذا نجحنا في تحقيق هذا الاختراق وسحب مصراته سيترتب على ذلك إضعاف وتوهين الميليشيات الأخرى لسيما وإذا أن المسألة تتعلق بإنجاح المصار العسكري وتشكيل جيش موحد كما يقول مسألة توحيد الجيش مصراته تلعب دورا على المستوى الآخر المستوى الأمني بالإضافة إلى المستوى السياسي وأيضا لا تنسى إذا حتى وإذا قلنا بأن مكان هذه السلطة الجديدة في سرط فمصراته هي قريبة من الناحية الجغرافية من سرط ومن ثم ترتيب أوضاع الاستقرار لهذه السلطة الجديدة يقتضي بأن تكون مصراته طرفا مهما وفاعلا في هذا المشهد لكي تلعب دورا كبيرا جدا في خلق البيئة الإيجابية ومن ثم سيتم التعامل مع الميليشيات الأخرى التي أدرجت في القائمة السوداء من خلال تشفيث منابع تمويلها وإضعافها وبعد ذلك تنفيذ الترتيبات الأمنية عنها في حالة سواء في حالة أن اختارت وانضمت أو في حالة حتى مجابهاتها عسكريا بعد توهينها وإضعافها فيما بعد بحسب متابعين للشان السياسي الليبي غياب شخصية معينة في هذا اللقاء تحديدا سيد عقيلة صالح ألا يعني ذلك إبعاد طرف آخر من المشهد الليبي لماذا كان اللقاء بين خليفة حفتر وفتح باشاغة وأحمد معيتيك بالدرجة الثانية ولم يكن هناك تواجد لسيد عقيلة صالح خصوصا أنهم اشتركوا في حكومة واحدة أثناء الترشح لمنصب رئاسة الحكومة حكومة الوحدة المنبثقة عن الانتفاق السياسي وأيضا لمجلس الرئاسي يعني أنا أعتقد بأني سبق وأن تكلمت قلت بأنه في إطار الخارطة الجديدة يعني هذا احتمال أنا أقوله لا أقطع إلا ربما تكون الخارطة الجديدة الحاضرين من ضمن الخارطة كان لابد من تواجد ربما عقيلة صالح أنا في الإجابة على سؤال حضرتك طبعا تظل مسألة عدم وجود عقيلة صالح في المكان تظل محل سؤال لكن في المقابل أنا لدي إجابة أخرى يعني عملية لربما الآن سنرى أنه في الخارطة الجديدة بأنه لا وجود لمجلس رئاسي وتعود صلاحيات الرئاسة وكما ذكرت في الجزء الأول من الحلقة إلى رئاس البرلمان وإلى عقيلة صالح أي بمعنى أن يلعب عقيلة صالح دورا إضافيا بالإضافة إلى رئاساته للبرلمان دور رئيس الدولة يعني في هذا اللقاء كان من ضمن الاتفاقات هو وجود عقيلة صالح يعني أنا أعتقد يعني لا أمتلك الحقيقة المطلقة ولكن أنا أعتقد بأن ستعود صلاحيات أعتقد بأنه ستعود صلاحيات الرئاسة إلى البرلمان وإلى عقيلة صالح تعديدا في إطار ضمان أن يلعب عقيلة صالح دورا إيجابيا في هذه الخارطة وأن يعمل على التصويت على الحكومة وأن يلعب دورا مهما جدا في التصويت على هذه الحكومة القادمة في البرلمان هذه نقطة مهمة جدا جيد ولذلك أنا أعتقد بأن هذه الصفقة تشمل هذا المثلث القيادة العامة لقوات المسلحة وبالإضافة إلى ذلك مصراتها وبالإضافة إلى ذلك البرلمان ورئاسته متمثلة لعقيلة صالح في دقيقة واحدة هل ستنجح كل هذه الأطراف التي التقت داخليا في ليبيا بدعمنا المجتمع الدولي في الوصول إلى الاستحقاق الانتخابي في 24 من يناير نحن متفائلين إذا ما أخذنا الجانب التفاؤل نعم هناك مؤشرات تدعونا أو تذهب بنا للتفاؤل بأن هذا المشهد السياسي القادم بأنه سيكون مبشرا وسينجح هؤلاء المترشحون الذين سبق وجودهم لبنغازي يعني زيارات لمصر وللإمارات ولفرنسا ولحتى لأنفر التي توحي بأنه ثم تترتبات حتى إقليمية ودولية في هكذا اتجاه ولذلك نحن متفائلين وإذا ما أضفنا نقطة مهمة جدا أن هناك يبدو دعما شعبيا لهذا التواجد هؤلاء المترشحين في بنغازي وترحيبا بهكذا مسألة خاصة بعد للأسف المشاعر السلبية التي وقع فيها الليبيين بعد أن تقلن عن تأجيل الانتخابات أشكرك على كل ما تفضلت به سيد فرج زيدان الخبير في الشؤون الاستراتيجية وأيضا على قبول الدعوة تواجدت معنا هنا في السوديو من مدينة بنغازي مشاهدين الكرام وصلنا إلى ختام هذه الحلقة دائما في الختام تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل على أمل أن نلتقي مطلع الأسبوع المقبل في حلقة جديدة دمتم في أمان الله إلى اللقاء شكرا